باشرت شركة توزيع المنتجات النفطية فتح محطاتها منذ فجر الجمعة أمام المواطنين وذلك لبيع النفط الأبيض الشركة كانت دعت المواطنين إلى استلام حصصهم المقررة من منتوج النفط الأبيض في محافظة بغداد على أن تبقى ساحات النفط والغاز مفتوحة إلى ساعة ثانية عشرة ليلة اليوم الجمعة طبعا بيان الشركة يقول أن التوزيع بدأ من يوم 18 بهذا الشهر حسب حسين طالب المدير العام وهذا الكلام غير دقيق الشركة بدلالة الهجمة التي شهدتها المحطات اليوم الجمعة هو انت لو بادي من ذاك التاريخ شنو يجب رك تفتح المحطات اليوم للساعة 11 بالليل الحقيقة كانت في معظم المحطات توزع فقط لأصحاب التناكر ومن يراجع المواطن يقول له هذا تبليغ من حسين طالب شخصيا من تريد نفط روح الأبو التنكر أما اليوم الجمعة فلو شايفين المعارك والملاحم اللي صارت بالمحطات بسبب سوء عملية التوزيع من الأربع الفجر توقف بسرة يلوحك الساعة 7 صبح وكل هذا على 100 لترة بعدين المواطن جاي السلم حصة العام الماضي بدليل أنه لحد الآن ما مستلم سوى البطاقة رقم 2 بعدين أريد أسأل النفط العبيض ليش ما يوزعونه بالصيف وين يروح الانتاج الوطني بهذا الفصل المصافي تعرفون ما تعزل لعد حلوهيك اتخلون الناس تتعارك على هاي النفطات بآخر لحظة أما البطاقة الألكترونية فسالفتها مغيبة ومو واضحة المعالم وبيها تعفوك اللي زين إجراءات جدا معقدة اشتركوا في القناة